طائرة الهليكوبتر التي تعرضت لحادث هبوط اضطراري كانت ضمن موكب من ثلاث طائرات وعلى متنها وزراء ومسؤولون الطائرة التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية لم تصل وجهتها وفق التلفزيون الإيراني الرسمي الحادث وقع في محافظة أذربيجان الشرقية تحديدا في منطقة حدودية تسمى قلفة على بعد حوالي ستمائة كيلومتر الشمال الغربي العاصمة الإيرانية طهران حيث هبضت طائرة رئيسي اضطراريا في غابات ورزغان بعد أن عانت من هبوط صعب بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية قبل أن ينقطع الاتصال بسبب ظروف التقص الصعبة والضباب الكثيف الحكومة الإيرانية عقدت اجتماعا طائر طريعا وأرسلت عشرات من الفرق الإنقاذ متمثلة بالهلال الأحمر وقوات عسكرية وشرطة وطائرات مسيرة للبحث عن المروحية المفقودة فرق الإنقاذ واجهت أثناء عملية البحث صعوبة في الوصول والهبوط لمكان الحادثة بسبب كثافة الضباب والأمطار والظلام وطبيعة جغرافية المنطقة الواقعة في مرتفعات وعرة يصعب الوصول إليها بالسيارات ومع تداول خبر هبوط طائرة رئيسي تضاربت الأنباء حول مصير وحالة الرئيس الإيراني ومرافقه واضطرت وكالة الأنباء الإيرانية لسحب خبر كان يتحدث عن أن رئيسي بخير وتوجه إلى تبريس كان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني وهو السد الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس